بسم الله الرحمن الرحيم اليوم سنتحدث عن التحاقق المنصحة أريد أن أكد أن المدر سليم قبل أن يسلمه ويحصل مشاكل والرجل الذي يتخنق معي يوجد حاسمة فاليديشن ما هو فاليديشن؟ هذا فاليديشن هو فحص تلقائي مستند بحيث يقول له اي مشاكل ممكن أجيه هنا فاليديشن وأبدأ أرى ما أريد ما هو فاليديشن يعني هنا هو معلم على البيئة ممكن أعلم على السري دي ممكن أعلم على المشاكل بتاعت الاوتوكاية يبدأ يشوف الذكات المحصول على الإيران مصبوطة أو متعرفة أو متعرفة طيب أنا كده علمت على كله وأقول له ايه؟ ده كده الاعدادات لما أجيه أعمل فاليديشن ممكن أعمل على ملف واحد مثلا أجيه هنا أو أعمل على المشروح كله وأدوس هنا فاليديشن بيبدأ يفحص لي كل المشاكل طبعا هيلاك كتير قوي تمام؟ بتبدأ تشوف المشاكل المشاكل بتبع عبارة عن إيه؟ إن البايب مثلا بيش متعرف الصاز بتاعتها إن فيه مثلا توصيله مفروض تمشي ميل ماشي أشمال مفروض حاجة مثلا خارجة من البامب مثلا راح هنا لا معمول العكس البامب كله عمل يطلع مية وفيش مية بتدخل طبعا كده البامب ده هيبوز فتبدأ تشوف المشاكل إيه؟ وتبدأ تحله؟ أنت مجرد أنت عرفت المشكلة فأنت كده وصلت النص اللي عليك دلوقتي الحاجات ظهرت هي المشاكل الموجودة كله مشكلة من دول أكيد لها حل بس بتبدأ تتعرف إيه هو المشكلة يعني بيقول لي مثلا إن فيه فيتنج مثلا مش بتعرفها مظبوط تمام؟ فبتعلم عليها وتبدأ تتعرفها وبيتجيب لي هنا بيقول لي الإررر هو أن فيه مثلا معلومة بنقصة وهنا الإررر أكشن بيقول لي فيه عندك حلين أنها تبقى نقصين أو إجنور تمام؟ فرض أننا مثلا عايزة يخلىها إجنور إجنور ده بيحصل ليه؟ بيعمل لي فولدر للمشاكل اللي بعمل لها إجنور هنا تمام؟ كل ملف هو من الملفات الأوتوكاد أو الملفات المتقسمة هنا هو بدأ يعمل لها تقسيمة هنا بحيث أن أنا أقدر أحصر على مشاكل طيب لو فيه مشكلة هنا أنا أعمل لها إجنور وعايز أخلابش إجنور بيجأة تدوس عليها راك كليك وأقول له خليها أنا أصاين طيب تعالي نشوف بعض المشاكل كده هي الفكرة في المشكلة كلها أنت فيه معلومة نقصة فيه حاجة مش مظبوطة تمام؟ فبتجي تشوف المشكلة بروبرت فاليو مثلا الماكناة ديت مثلا بيقول لي فيه فاليو نقصة فيها فبتضح على كنترول ون شوف إيه المعلومة اللي نقصة وتبدأ تحطها مثلا هنا بيقول لي فيه هنا المعلومة دي فيه معلومة هنا نقصة فقول له راك كليك أنا عايزة أبدأ أحط معلومة شوف إيه المعلومة النقصة هنا هاي الستيتاس الصيز هقول له هنا المشكلة في إيه؟ إن البيب هنا واخدها قيمة غير اللي واخدها المحبس دوت تمام؟ فهو بيقول لي كده الكيمة مش مضبوطة فعلي معينة بقول له خلي الكيمة ديت مطابقة لللاين الستيتاس مطابقة للبي طيب أنا دوقتي بتبدأ تحل كل المشاكل الموجودة تبدأ أشوف كل المشكلة فيهم هنا مثلا الاتقاد اللي يقدر دوت بيقول بيقول الـ Value Based Autocad Object ده عنصر من عصر الاتقاد طيب لو أنت مش عايزه من عصر من عصر الاتقاد ممكن تحوله لـ B&ID Object لا لو أنت عايز تحوله بس أنا حاوله دلوقتي لـ البيب أو حاجة زي كده ولا تحوله للاين يعني ممكن تحدده للاين تقول له إيه؟ أوكي تحول كده للاين طيب بحس أنت تخلي عنصر الاتقاد تتحول لي هاي اللين دوت أقول له كده الـ B&ID وحوالة إلى الـ Scandary Line Segment بقى مشاورة بالشكل دوت طيب هنا مثلا في حاجة اسمها ان دي مفروض بتشاور على صفحة على لوحة أخرى هو بيقول إن لوحة دي هو مش ليه طيب الحاجة دي أصلا بجبها منين هنا لو انا عايز نون انجينيرينج من الطول بالد ديت تسحبها على البايب اللي هي مفروض بتكمل معيه تمام يعني لو ديوش موجودة وانا عايز اقول له ان البايب دي بتشارع على صفحة اخرى بسحب ديت وحطها هنا بحيس انها تتعرف على لوحة اخرى طيب لو انت شايف ان اللوحة دي موجودة بتقول له اجنور هنا مثلا الفيتنج مثلا في فيتنج فيهم معلومة نقصة بتبدأ تشوف ايه المعلومة نقصة وتبدأ تعرفها حسب المشروع اللي عني طبعا بتختلف المشروع 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 المشاكل ديت بس انت لازم تقعد تحلها كلها قبل ما تبعتها للمفروضة يحصل منك اللوحة طيب بعد ما تخلص يعني كل ما بتعمل بتقول له ايه انت تبدأ تدخل تشوف الاعادات اللي انت عايزها لو في حاجة منه معادة شو تشيلها لو انت في تعدلات كتير عملتها وعايز تتأكد بتعمل رفريش بحيس ان نقل لك اخر حاجة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة